بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ولحضرت سيدنا رسول الله وعلى عالية وصحبه أجمعين شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الخير وشميع كنا ربما بتديني بالحديث عن لما استخدمنا اللي كان اسمها رح نكمل او رح نواصل لحديثة ان شاء الله بإذن الله مع سريز من الميثود اللي بتشتغل مع ورح نبدأ او رح نواصل لحديث مع اندكس اوف اندكس اوف يا جماعة ديت ميثود من ضمن الميثود الخاصة بالاندكس لا اسف يا ربي خاصة بالسترينجس ان جافا سكريبت ودي كل قصتها انها بترجع لي بترجع لي القيم المعينة او ايه بترجع اماكن وجود قيم معينة انا بحددها في الجملة من الاندكس من بداية نص مش فائل حاضر هاتبان كده هيبان السطر ده بمجارب ما ان احنا ننفذها بص يا سيدي خلينا نصح السطر الجميل بتاعنا ده عندنا فاريا بول ومسمينه احنا واخدين نفس الامثلة على فكرة بتاعت نفس الامثلة بتاعت المكتبات مدين في مكتبات نزلة واخدين نيم ومسمينه بلو وال حلو وبعدين كتبنا دوكمل تطريد اكتب لي وهدي الابجيكت وهدي الواب جيكت ادي الفاريبل نيم وانا عايز انديكس اوف بلو حلو يعني طيب لو انا عملت كونتر الاس النتيجة بتكون قابرة عن سفر سفر ليه ايه طيب اني هو بص هو ايه جافا سكريبت عمرت ايه بصت على نيم اه نيم ان هذا ايه ده في ايه في بلو و ووافي رح تدور على كلمة بلو موجودة فين اقصد ترتيبها فين بالزبط ابتداءا من اول نص ظهر من اول حرف ظهر في الاسترينج واول حرف بيكون كلمة بلو فراح رجعلك القيمة الصفر ده معناها انها اول حرف موجود يعني اول كلمة هي كلمة بلو فراح منرجعلك القيمة دي طبعا اكتر مع المسال التاني لو احنا حاولنا نصحيه نعمل بص بك في المسال التاني جال لك انا عايز الانديكس اوف بس مش من كلمة بلو من كلمة قول ادين ايه كده تخمينة ممكن يحصل ايه جميل ممتاز التخمين بيكون عمارة عن خمسة بص بك جفو سكريبت جاد اه انت عايز تدور على ترتيب وجود كلمة طول في النص اللي موجود في النقل اه طب انا ابتدي من فين ابتدي من الاول خالص من الاول كلمة بلو واحسب لك ترتيب وجودها فكده حرف اثنين تلاتة اربعة خمسة اهو كده في يعني ترتيبها بعد الانصر الخامس يبجى قدي اربع حروف على بلو والخامس بيكون الكاركتور او المسافة وبعدين بيكون اول مكان للكلمة اللي انت عايزها ليا كلمة طبعا توضح قطر لو حاول ان نعمل كونترل اس ونشوف المسال التى في المثال الثالث تأتي يا جماعة راح مغلط الكلمة يعني كتب كلمة أساساً مش موجودة في البحث يعني هيك المفروض انها قويل اول فراح كتب كلمة مش موجودة أصلاً عارف انت وراح عمل كنترل اس تشوف كده بيعمل ايه الاصل فيها انها هتعمل بسلب واحد حتى واكن بيقول لك في التعريف انها بتحاول دايماً بتعمل بسلب واحد بترجع للقيم او سلب واحد لو ما فيش القيمة اللي انت بدور عليها بترجع حالي بسلب واحد وزال من ضمن الحاجات او من ضمن الاحتمالات اللي هو حضطها يعني ان هو حتى احنا سلب واحد لان القيمة دي اساساً مش موجودة في النص اللي هو كاتبه زي ما احنا كنا عاملين بالزبط طيب ننزل مع المسألة اللي جيدة وفيه بنحاول نضح المفهوم ان الاندكس يا جماعة اساساً يعني الاندكس كميثود بتشيل اتنين اه اتنين برانتر البرانتر الاولاني اللي هي القيمة اللي احنا عايزين ندهر عليها اللي هي كلمة اللي احنا بنحاول ندهر عليها سترينج هي المرة كلمة مرة marsh y blue هاتر البرانتر التاني بيكون بلعا راجع ودنفس يعني الرقم اللي انا بابتدي البحث منه يعني انا هبتدي ابحث من الرقم اللي انت هتقولهولي هتحددهولي تمام وهرجع لك القيمة لكن القيمة اللي هرجعها لك هرجعها لك من اول رقم موجود في السترنج اه مش فهم طيب انت ركز في القصة دي وانا حطت القيمة سفر تمام كده وبدور على كلمة و هتلاقي خمسة يبقى نفس السيناريو حصل لو انا لو انا كنت حطيت كلمة بلو هدي خلينا اعمل كنترل اس كنترل سي ونحط كلمة بلو نعمل كنترل سي تلاقي سفر يبقى السفر ده يا جماعة هو افتراضي يعني كاني اساسا مش كاتب البرانطر لو انا مش كاتبه خلص وعملت كنترل اس اجيها بردو سفر يبقى ايه السفر ده هو القيمة الافتراضية كاني بدور من اول لسترنج اللي هو يعني ايه من اول حرف خلص مش من بعد اول او تاني او تالت حرف لا بدور من السفر عشان كده السفر بيكون هو الدفوت فاليو للبقى حلم جميل الجانب التاني بقى فيه بحاول اثبت لك او بحاول اراجع مع بعض موضوع لانشان ادي لك الاحتمالات تمام كده انا كلمة بلو ويل ديت عبارة عن كامية يا جماعة طولها عبارة عن عشر حلم جميل عبارة عن عشر كالترس ايه اللي هيحصل لو انا استخدمت ايه يا جماعة لو انا حطيت قيمة القيمة البرانطر بتاع الانديكس اوف يعني انا بحاول ادور هبتدي البحث بتاعي من من 11 و11 ده من البديه انك ترف انه اكبر اساسا من اللينث ان احنا لسه اما كتبنا الاول لينث طلع علي عشرة طب انت بتدور من 11 منطقي جدا يا جماعة انك لو عملت كنترل اس رجعلك سلب واحد لانك بتدور على حاجة برا النطاق اللي مكتوب في السترينج بتاعك فده امر يعتبر مش منطقي كأنك بتدور على حاجة مش موجودة حلو شميل لو نونت انا السطر ده وصحية السطر اللي بعد منه وعايزك تركز معاه شوي خمسة خمسة انا طيب اوكي القصة واللي فيها اني دورت على كلمة بلو تمام وانا قاصد اني اكتب لك كلمة بلو مرتين في النص لكن المرة دي انا حطيت البرامتر التاني قيمته خمسة يعني انا عايز ادور او على نص البحث البرامتر الاول يعني كلمة بلو ها في السترينج اللي فوق جميل لكن مش من اول رقم لا من خامس رقم او من خامس كراكتر فهو يبتدي اعمل ليه كده اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ويبدأ البحث من هذا حلو اه فجل لك انت بدور على مين على كلمة دلو اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هاي كده بعد ستة انا لقيت الكلمة دي طب هو كاتب هنا احداشر ليه لانه للاسف حاسب يا جماعة الخمسة اللي فوق في الاول يعني هو بيطلع لك النتيجة بيطلع لك النتيجة ابتداء على اول كراكتر موجود فهو بيحسب كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر وانا لقيت كلمة بلو انت فاهمني علشان ان اداية القصة يعني هو بيطلع لك النتيجة بيطلع لك النتيجة ابتداء اعتمارا من اول حاجة من اول كراكتر طيب لو انا غيرت القيمة دي وقلت له يا جماعة لأ انا عايزها صف فعملت كنتو بلا اس عيبان انه اه لما سف فراح دور لك اه جال لك انت عايز بلو وبلوك دي هابت في اول واحدة فراح لما لجيها جال لك اه خلاص كده سفر انا هبتدي معاك من الاول خطس ده ده دولة شوية الجانب اللي احنا هايزين نغطيهم بشكل سريع في موضوع الاندكس اوف ولسه فيه طبعا اه حاجات تانية موجودة اه راح مشاير رابطة ان شاء الله بإذن الله للناس ونأمل ان هتحاول تطلع عليه وتشوف اه شوية الخصائص ده سبحانه اللهم اطانوا بحمدك لا اله لان نصلاح اخيرك وانا توب اليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته